لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم عزيزي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقة النقل أم العقل وإحنا عنوان حلقتنا النهاردة هيكون من هم أهل السنة عند ابن حجر وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها أن ابن حجر بيعتبر أن الأشعارة هم أهل السنة بالنسبة له وشفنا المزاهب الأربعة ورأيهم إيه في أهل السنة؟ شفنا أن الحنفية كفروهم لأنهم نفل علو والملكية اعتبرت الأشعارة من أهل البدع والشفاعية استنكفوا منهم وحذروا أطبعهم أنهم يتكلموا معاهم والحنابلة حاربوا أفكار الأشعارة وأي وعز يحسوا أن في كلامه من أفكارهم كانوا بتردوه هنشوف النهاردة ابن حجر شارح أهم كتاب بعد القرآن وهو صحيح البخاري بتكلم إزاي عن أئمة الأشعارة وبيوصفهم بإيه؟ وهنشوف مع بعض أول حديث في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي أنا أعلمكم بأله فتح البالي بيقول لنا إيه؟ أول حاجة بيقوله قد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جامرة عن أبي الواليد الباجي عن أبي جعفر السمناني وهو من كبار الأشعارة إنه سمعه يقول إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المسهب والله المستعين أول حاجة إحنا بنشوفها أنا عايز أقول لكم إن المغرب كان مسهبهم سنة وكانوا بيقدموا النقل عن العقل وفي الصفات الخبرية أبو وليدي الباجي ده اللي هو بيقول عليه فتح البالي أو ابن حجر غير مسهب المغرب كله وخليه مسهب أشعاري وده المسهب اللي بيقدم العقل على النقل أبي وليدي الباجي كان راجل خطير جدا مقنع غير مساهب الدول بأكملها زي المغرب وكان بيأثر في العلماء وده مش مسهب فقري لا ده مسهب كلامي يعني في الكلام مش مسهب فقري وده المسهب الأشعاري وهم اللي بيقدموا العقل على النقل واللاحظ إن ابن حجر بين الأقوال الكبار الأشعارة حسب وصفهم وصفوا بنفسه ليهم في فتح البالي زي ما احنا شفنا بجل مين بيقول كده بجلهم وصف بإنه قدوة أبو محمد ابن أبي جامرة ده قدوة وبعدين يقول كده وينقل عنه أبي وليد الباجي وأبو وليد الباجي زي ما قلت لكم ده راجل خطير جدا وبيكاد اسمه يعني ذكر اسمه في شرح كل حديث تقريبا يعني هتلاقوا اسمه تكرر كتير فتح البالي وبعدين هنا بيقول لنا كده وينقل عن أبي جعفر السمناني وبيصفوا ابن حجر بإنه من كبار الأشعرة شفوا صريحة العبارة وبعدين راح قال إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المسهب والله المستعين وابن حجر مش بيقول بقيت في مساهب الأشعرة بيقول كده إنما بقيت في المسهب وبعدها بيقول الله المستعين استنكر منه إن يدخل حاجة من مسهب المعتزلة للمسهب الأشعرة وهو بيتكلم عن مسألة فيها كلام كتير يعني مش هتكلم فيه النهاردة إن المسلم لما يتولد مسلم بيكون مسلم لأن أبوي مسلمين ولا لأ من حقه يخطر خلينا نتبع اسم أبو وليد السمناني في شرح حديث آخر لسحيل بخاري في سحيل بخاري كتاب المغازي باب عمرة القضاء ذكره أنا سعان النبي ابن حجر بيقول في فتح الباري إيه وبهذا أجاب أبو جعفر السمناني أحد الأصول أحد أئمة الأصول من الأشعرة يشوفوا أحد أئمة الأصول من الأشعرة يعني فعلا بيبجل فيهم هنشوف اسم تاني من علماء الأشعرة بيذكره ابن حجر وهو اسمه صلاح الدين العلائي خلينا كده نشوف صحيل بخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى فتح الباري بيقول لنا إيه وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشعرة على هذا وقال أن هذه المسألة لأنا كلمتوك عنها من شوية بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزل وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدل عليه وده كلام يعني مش بيهمنا دلوقتي إحنا بيهمنا مين هم علماء السنة بالنسبة لابن حجر هم الأشعر وبعدين بيكمل كده وأنه لا يكفي التقليد في ذلك وانتهى ويقول كده وقرأتي في جزء من كلام شيخ شيخانا الحافظ صلاح الدين العلائي ما ملخصه أن هذه المسألة مما تناقضت فيها المذاهب وتبينت بين مفرد ومفرد ومتوسط طبعا هنا الحافظ صلاح الدين العلائي أشعري وده ترجم لي السبكي في طبقات الشفعية نشوف السبكي قال إيه عليه وطبعا أنا عايز أعرفكم أن السبكي طبعا أشعري السبكي أشعري قال السبكي كده في الطبقات الكبرى كان حافظا ثبتا ثقا عارفا بأسماء الرجال والعيل والمتون فقيها المتكلما أديبا شعرا نظما ناسرا أشعريا صحيح العقيدة سنية لم يخلف بعده مثله يعني هنا السبكي بيعترف أنه هو أشعري أشعري وابن حجر بكل فخر بيقول أشعري سني يعني أشعري هما دول علماء السنة بالنسبة لابن حجر يعني بالنسبة لهم صحيح العقيدة بيكون إيه أشعري لكن المفاجأة أو النقطة الحاجة الغريبة اللي حصلت في الدرر السنية لما نقلوا ترجمة السبكي رحوا شالوا كلمة أشعريا وشالوا كمان كلمة سني وخليكم كده هتشوفوا معي المرجع دلوقتي على الشاشة وراح كده قالوا إيه قال السبكي كان حافزا سبتا ثقة عارفا بأسماء الرجال والعيل والمتون وشالوا الكلام ده وبقال لم يخلف بعده في الحديث مثله وشالوا كلمة أشعري وشالوا كلمة سني وطبعا ده تحريف واضح وأهل السنة معرفش ليه بيحرفوا كده يعني أنتوا لو فعلا بتعتبروا أهل السنة والجماعة أنتوا بتعتبروا مسهب الأشعر يعني مسهب حقيقي ولا مسهب بتعترفوا بيه ولا مش بتعترفوا ليه للك كسفتوا وروحتوا شلتوها من الدرر السنية طبعا بعد ما عرفنا أن ابن حجر مش من أهل السنة ولكن دايما بيعلن مخالفته الأهل السنة زي ما قلنا عايزين نتعرف أكتر على مسهب الأشعر مسهب الأشعر مر بثلاث مراحل مؤسسه هو أبو حسن الأشعري انقسمت حياة أبو حسن الأشعري لثلاث مراحل كان في البداية معتزلي وبعديها راح نضم لمسهب الكلابية وبعديها في المرحلة الثالثة كان متردد ناس قالت أنه رجع لأهل السنة يعني رجع لأهل السنة والجماعة ولكن ابن تايبية راح قال لنا لا هو كان متردد بين السنة والكلابية وانا كل ده هيتشرح بالراحة في حلقات جاية لكن الأهم من كل ده أن مسهب أبو حسن الأشعري نفسه اتغير بين المتقدمين اللي هما الأوائل الناس الأوائل يعني المتقدمين من الأشعر والمتأخرين اللي هما الناس اللي جم بعديه بسنين كتيرة وابن حجر بيعتبر من المتأخرين من الأشعر والنقطة دي بيوضحها الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه موقف ابن تايمية من الأشعر بيقول كده وغالبا المتأخرين من الأشعر لا يلتزمون مذهب أبي حسن الأشعري بل خلطوا مذهبهم بكثير من أصول الجهمية والمعتزلة وأنا عايز أقول لكم أن جميع المعتزلة أنا هتكلم عنها في حلقات كتير جدا جاية لو الألفاظ لسه جديدة عليكم بل والفلاسفة أيضا وخالفوا الأشعري في كثير من أقواله فهم ينفون صفة الاستواء لله والعلو والنزول واليد والعين والقدم والكلام وهذه الصفات كلها يخالفون فيها الأشعري نفسه يعني ابن حجر أشعري بالاسم بس لكن في الحقيقة الأمر هو أقرب للمعتزلة والجهمية والفلاسفة أيضا وابن حجر من متأخري الأشعر اللي هم بيخلفوا الأشعر الأشعري نفسه في كثير من الأقوال ابن حجر من المتأخرين يعني بعد كمان ابن تيمية اتولد بعديه بأربعين سنة وأنا عايز أقول لكم أن المتأخرين ليه اختلف مسهبهم من المتقدمين المتأخرين ليه اختلف مسهبهم عن المتقدمين لأن طبعا الأشعر بيعتمدوا على العقل ليش النقل يعني بيعتمدوا على العقلهم فمع الوقت الفكر بيتطور ويروحوا واخدين بقى من كل حتة ففكرهم اتغير كتير جدا وكل مسهيين بيتعدي فكرهم بيتغير أكتر وبياخدوا من كل البدعة وأفكركم بالكلام اللي نقلوا ابن حجر عن ابن حزم في سهيل بخير كتاب التوحيد بيقول كده قال ابن حزم في كتابه الملل والنحل فرق المقرين بملة الإسلام خمس أهل السنة وإحنا عرفنا يعني أهل السنة بالنسبة للحجر هم الأشعر أول ما تسمعوا أهل السنة لأن ده هيتكرر معنى في حلقة كتير جاية أول ما نسمع أهل السنة بالنسبة للحجر ابن حجر هم الأشعر فبيقول الفرقة التانية المعتزلة ومنهم القدرية وأنا هشرح الكلام ده والمرجقة ومنهم الجهمية والكرامية إلى أن يقول افترق وفرق كثيرة يبقى ابن حجر هتكون عقدته خليط من عقائد كتير معتزلة وقدرية وجبرية ومرجقة وجهمية والكلام ده بيأكدهن ابن تايمية في مجموع فتاة وابن تايمية مجموع فتاة وابن تايمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات الجزء التاني وباقي المرجع هيكون قدامكم بيقول إيه؟ بيقول الأشعرية الأغلب عليهم أنهم مرجقة في باب الأسماء والأحكام ودبرية في باب القدر أما في الصفات فليسوا جهمية محدة بل فيهم نوع من نتجهم وابن حجر اتولد بعد ابن تايمية باربعين سنة يعني شوف ابن تايمية بيقول إيه؟ إن هما خليط من كل ده وكمان ابن حجر هيبقى خليط أكتر وأكتر وطبعا يعني المذاهب دي اللي بتعتمد على العقل زي ما قلت لكم بيحصل فيها تغير صريع جدا يعني كل مذاهب الوقت هتلاقوا إن المذهب اتغير وابن تايمية قال إن فعلا الأشعراء خليط من كل دول وأنا هلخص لكم الحلقة بتاعت النهاردة عشان فيها معلومات كتير أول حاجة شوفنا إن ابن حجر بيوصف ويبجل في علماء الأشعراء في كتاب فتح الباري وأول اسم شوفناه القدوة أبو محمد بن أبي جمرة تاني اسم أبو الوليد الباجي تالت اسم أبو جعفر السمناني وربع اسم شوفناه هو من كبار الأشعراء اسمه سماك كده شيخ وشيخانة الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلمنا عن تطور الفكر الأشعرية بين المتقدمين والمتأخرين وشوفنا ابن تيمية قال عنهم إيه الأشعرية قال عنهم إن هم الأغلب عليهم إن هم مرجئة في باب الأسماء والأحكام جابريا في باب القدر أما في الصفات فليسوا جهمية محدة بل فيهم نوع من نتجاههم وأنا عايزة يكون تابعوني الحلقة الجاية عشان نعرف حقية ابن حجر أكتر ونعرف يعني إيه قدرية ويعني إيه جابريا تابعوني وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا أترد بعقل يبقى الجن يبقى والعوبة بين عقل المساعد ترجمة نانسي قنقر